هي كان لها نجاح براق وكانت واضحة جدا عند كل الناس ونجومها كمان يمكن لأنه فيها كمان نسبة كوميديا عالية شوية اه اه هي لا هي والله كانت متوازنة جدا لأن هي كانت اه هو موضوحها اصلا الحاجات اللي احنا فقدناها وما بيتش موزي اللغة العربية وزي اللي مش عارف ايه وزي صلت الرحمة بين الناس وبعدها والكذا وتأخر سن الزواج وبعض الحاجات اللي كانت بتكل مشهب من دول كان بينتهي نهاية يعني تراشيدية بس كان جوا دحك كان جوا دحك بس دحك اللي انا بقى مصر اقول انه ده دحك بلا تشفي يعني وده انبل انواع النقد انك انت فيه نقد الكوميديا اللي اما تتفرج عليها تحس بغل غل وهي بتتعمل يعني اللي بيعملها بيعملها بنية الايزاء اكتر منها زي ما تكون بتتريأ زي ما تكون بتصخر زي ما تكون ده انما كانت كوميدياة اهوة سادة كوميديا نبيلة كده يعني كنت تتفرج علي المشهد تشوفي المشكلة وتتحكي وتنتزج الدموها بالضحيات فكنت تلاقي مثلا المقالة اللي مكتوبة عن اهوة سادة في الاهرام زيها زي اللي مكتوبة في الدستور هي هي اقصر يمين واقصر الاتنين كبين عنهم نفس المديح بنفس الطريقة بنفس اللي بيشكروا الموضوع لانه فيه نبل في عرض النقد الحكاية صحيح انت ما تنتقدش بهدف الهبن عمرك وده فرق مهول ما بين حد بيعمل حاجة علشان يؤثر سلبا ويشعر بالجمهور على الفور وحد التاني بيعمل ده علشان يقول انا بحب المكان صحيح طب عايز تقالك سؤال سلم نفسك ليه كان مختلف عن كل العروض اللي قدمتها قبل كده هو لانه يمكن الفكرة بتاعته كانت شوية خيارية كده يعني الفكرة بتاعته كانت مختلفة لما جينا نتكلم فيه آفات الشخصية اللي موجودة سواء بقى الفهلاوة او البتاع او الفاتية او اللي بيش عارف ايه الحاجات اللي زي دي عادنا نفكر وبعدين قلنا نحطها ازاي ايه الفريم ايه الاطار يعني لغاية ما وصلنا للفكرة بتاعت ابن الحاضر اللي غادر الى المستقبل ايو فاول ما دخل في المستقبل اجهزة الانذار ضربت في كل ما كان بعد ان تخلصوا من كل هزي الافاتس الاخلاقي ايو فمسكوه وحطوه في مكان كده مغلق وما حدش يقرب له وابتدوا يعملوا يوصلوا كابل لمخه لمخه عشان يعرفوا ملفاته فكل ملف يفتحوه لو في مصيبة ملف الاخلاق ده كان عجبني الحقيقة جدا فهم يعني يخافوا من ان تنتشر هزي الافاتس مرة تانية وفضل الملف الوحيد اللي ما تفتحش وما حدش عارف يفتحه وده سر المصريين يعني هو ملف الوطن والدكتورة اللي هي حاولت تنقذه في الاخر عشان يرجع للحياة مرة تانية اللي بتاعت لا لو دخلتي جوه الملف ده لازم ده ما كان في عمق الرأس بتاعت الراجل فدخلت شافت هو بيفكر ازاي وكده وانتهى العرض على ان هو فاق رجع للحياة مرة تانية وتقال له انت هترجع زمنك اي فقال لهم يعني ده مستحيل ولو ما فيش حاجة اسمها مستحيل يعني المستحيل دي كلمة بيقولوها الفشلة بس اي فمفروض بترجع تغير وتحسن وتعمل كذا وكذا وكذا والمشهد الاخير في هذا العرض كان مؤثر جدا كان مؤثر ويمكن كان مناسب للفترة اللي كنا بنعيشها طبعا في مصر طبعا هل ده كان مقصود؟ طبعا هي العروب بتاع مركز الابداع ميزتها الاساسية واللي بتسبب نجاحها الكبير انه المجتمع بتاع الطلبة دول اللي جايين من كل مكان ومن مختلف الفئات ومن مختلف الطبقات ومن مختلف الاماكن التعليمية اي فدول بيمثلوا نموذج للمجتمع اللي بر اي فلما تقولهم ارتجلوا ودوروا على افكار مؤثرة فيكم فكل واحد يطرح الفكرة الموضوع اللي اثر فيه هو فالمجتمع ده بتاع الخمسين طالب ده قدامه فيه متين متفرج قاعدين هم نفس الشريحة نفس الشريحة نفس الشريحة المختلفة من كل الاتجاهات فما فيش حد دقاعة في صالة المتفرجين ما بيكونش فيه موضوع يهمه في اللي بيحصل ده اي لأنه كل واحد بيلاقي نفسه في حتة احنا ما بنروحش في حتة احنا بنروح للي همك اه ايه ايه اللي مأثر فيكي اللي هو كل ما الحاجات اللي أثرت فيكي خلال الايام اللي فاتت هتلاقيه هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا وفي الرياضة في كذا وفي الكورة في كذا وفي الفن في كذا كل حاجة في المجتمع فيه كذا الناس عملت ايه الناس حصل ايه فكل واحد فيهم بيطلع فكرة ايه اما تاخدها بقى وتصغها في الشكل ده وتقدمها للناس بقولك مستحيل تطلع حد من الصلاة يقول الموضوع ده لا يعنيني صحيح ولكن سلم نفسك كمان نال اعجاب القيادة السياسية ووقتها شهد هذا العرض سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا ولي العهد محمد بن سلمان بكلمني عن هذه النقطة وعن ليلة العرض دي كانت يعني مفاجأة عظيمة ليه بقى لان احنا مفاجأة وفيها نبل كبير جدا فكرة دعوة العرض ده انه يتعرض في المكان ده اولا العرض ده كله شباب صغيرين ايه حد فيهم معروف نهائيا ثانيا العرض ده بيتعرض بقاله 115 ليلة عرض ايه ولما تكتب عنه كويس عشان كده بقول دايما دور الاعلام المقروق والمرئي والحاجات ده كل الصحافة والاعلام دول مهمين جدا للفنان اما لوحظ ان العرض ده مكتوب عنه كويس وبيتكلم بشكل والكوميديا بتاعته عاملة ازاي والتراجيديا بتاعته عاملة ازاي وكذا 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 ومقروا المقالات النقدية عرض ان احنا تعالوا ننقله من مركز الداعي يتحط في الأوبرا فقولت لهم عشان ايه ما قالوا ليش الأول فقالوا لي لا يعني احنا عايزين نعرض ليلة في الأوبرا ونعمل كده ثم فوجئنا ان هذه الليلة قبلها طبعا بكام يوم انها ده هتتعرض قدام فحمة الرئيس وقدام ضيفه وليعهد المملكة العربية السعودية فانا يعني ما بقتش قادر اصدق والولاد نفسهم ما بقوش قادرين يصدقوا ايه ده ايه مسؤولية صعبة كمان طبعا تكريم مهول يعني انت عايز اقولك انه ان الصالة كان فيها من مصر ومن المملكة مثلا بتاع 30 وزير موجودين بيتفرجوا على ده كل رجال الانتاج وكل رجال الصحافة وكل رجال الاعلام وكل بيتفرجوا عليهم على خشبة المصر وتتفرجي بقى على اللحظة اللي فيها التفاعل الكبير ما بين رئيس هما الولاد يخشولي انا مش شايف انا واقف في الكواريس جوه ايه فبيخشولي وليه بيتحك وبيتأثر من مع العرض وبيسقف مع الناس وبيعمل ايه حالة التفاعل دي اه التقطها على طول الولاد الصغيرين دول الترمومتر ما كانوش بقى قلقانين اه طبعا كانوا يعني بيكون في حالة قلق ورعب وخوف بس هما درجة تدريبهم قوية يعني بتخليهم عندهم صلابة في المواقف اللي زي دي اه فهم كنواش بس المواقف اللي زي دي غير معتادة ايه اشتركوا في القناة